قتلوا بابل معظم بس هاي الخطوة الاولى عندنا القابلية موجودين الجنود يعني موجودة اماكن الجنود واماكن هواهم وتدريبهم هذه مو مشكلة مساحات العراق شاسعة جدا لكن يا جماعة تعالوا على صلب التطبيق اليوم احنا قبل 18 سنة اذا ما كم مفرزة تطلع من ضباط ومخولة بالقتل عزيزي مخولة بالقتل يعني مو الشغلة يصورون بانه اليوم اذا اطلع على فلام بيت بافرار تتذكر يا اخوية العزيزة او اختي عزيزة اللي قديم من عندنا يسموه افرار زين هذا الافرار اذا نهزم من عندهم ترى يرمون عليه بالشارع تعرفون هذا الشي تعرف هذا القانون لو لا جريمة تهرب من الخدمة عسكرية زين هذا راح نقدر نطبقه يعني تركت التدريب والمساحات والموازنة ما شاء الله عندنا خير من الله لحد 71 مليار دولار عندنا تدريب هذا النفط الحكومة ما تقدر تصطرف به فلذلك كله دي راح القزينة ما يقول مركزي هذا الفائض من 45 الى 100 واكثر حسبناها دي شن مرة الصور بنفس اللقاء هسه هذا الفائض موجود ماكو مشكلة ونعم أنا وأيد نطلع المواليدة الشبيرة هسه المطوحين يا بتعال انت 45 سنة اطلع انت مصوب هذي اطلع بتقاعد وروح راح يجيجي شاب هذي كلها كلام جميل ورائع جدا وخاصة انا من مؤيديه تماما لكن تعال طبق ليه في هذا وضعنا انا اتركت كل شي وقلت لك اوقف يعني هناك نقطة مهمة جدا راح نقدر كل هذه العالم نجيبها 18 سنة يوصل تروح تخدم عسكرية وهي هاي يعني هذه النقطة تأشرت اليها سيسمت فيما يعني حقيقة ذكرتني بأيام سابقة يعني ذكرتني بأيام الجيش والعسكرية كنا نرجع وتفتيشات الانضباط وتلبس لازم البيرية ونعبر السيطرة ننزع البيرية ونمدد بنصر ريمات يعني أنا أذكر بمنطقتنا واحد واحد بمنطقتنا قتله بابل معظم صحيح كانوا الانضباط العسكري إلا صلاحيات كانوا بإطلاق النار على الإفرار هاي نعرفها ولكن انت اليوم مو فقط مسألة الانضباط العسكري اللي راح يلاحق هذا الإفرار هذا الإفرار عنده عشيرة قد تلاحق الانضباط العسكري